ماتى يحصل المصلي على فضيلة الجماعة وماتى يسبت له حكم الجماعة انا هجاوب بس توضيح الفارق اولا منك هجاوب بس لازم يبين الفرق ما بين الفضيلة الجماعة وحكم الجماعة اي فضيلة الجماعة اسم الجماعة يعني هقولك أستاذ عاصم صلت الظهر الجماعة يقول ياه انت خدت اسم اسم منك صلت ايه الجماعة الجماعة خدت الجماعة اسما شرف حصلت على شرف اسم الجماعة اه اما حكم الجماعة حقيقة الجماعة انت صلت جماعة بصحيح ولا ادركتها في اخر اللحظة ولا ايه بالضبط اذا حكم الجماعة يختلف عن فضيلة الجماعة بس مش بالكلام لا بالفعل كذا حكم هقولهم هتفل باتنين بس عشان اكمل العناصب بتاعتنا العنصر الاول في الفرق ما بين الفضيلة وبين الحكم ان من حاز على حكم بس بمناسبة الذين فرقوا بين فضلة الجماعة وبين حكم الجماعة المذهب الحنفي ومذهب ملكي بس هم دي اللي فرقتوا بين الاتنين بس ليه هتعرف من الاثر اللي هذكره ايه بيشترطوا في الامام انه يكون بيقدي فريضة ما يبقديش نافلة بيقدي فريضة وليس نافلة بيقديش نافلة فانت لما تصلي خلاص لو اعيدت الصلة ثاني الاعاجة تبقى نافلة ولا فريضة تبقى نافلة تبقى نافلة لو اعادت الصلة تبقى نافلة ينفع تصلي امام لا انت صلي الجماعة مأموم هي وحصلت على حكم الجماعة على حكمها وليس على فضلها تمام ينفع تصلي بيا امام ما اعلمه لا هم قالوا لا ما ينفعش ليه لانك انت لما هصلي امام هتصليه نافلة بالنسبالك صحيح وانا هصلي فرضة بالنسبالي انا فرض وانت نافلة انا مأموم هصلي فرض وانت صلي نافلة بالنسبالك اذا او الامر التاني انت عايز تعيد خدت حكم الجماعة اخدت ايه حكم الجماعة فهل لك الحق في ان تعيد مرة اخرى المذهب الحنفي والمذهب الملكي قال لا ما تعيدش انت صارت جماعة اذا اتت بالكمال صارت الفريضة في جماعة وخدت حكمها فهذا هو الكمال هو ربنا فرض ظهر مرتين في اليوم ربنا فرض عصر مرتين في اليوم إذن لا إعادة عليك بخلاف المذهبين التانية الشفع والحنبالي قال آه يجوز لأن أنت عاقد العزم على أن تكون نافلة وليس هناك ما يمنع من النوف إذن حكم الجماعة غير إيه غير فضيلة فضلت الجماعة فضلت الجماعة انت خدت الفضيلة بس من حقك تعيده من حقك صار الإمام حكم الجماعة مدام حصلت على حكم الجماعة لا تصلي إمام لفرض وانت هتصلي نافلة ولا تعيد تعال بقى نشوف نبدأ بحكم فضيلة الجماعة متى تحصل فضيلة الجماعة جمهور الفقاء بيقول تحصل فضيلة الجماعة لمن أدرك الجماعة قبل أن يسلم الإمام ولو في القاعدة الأخيرة يعني ما الحقش ولا حاجة إلا قبل السلام قبل ما يقول السلام عليكم السلام عليكم كان لحق جماعة أدرك ورحم وأدرك الجماعة أنا بقى أسأله صليت الظهر الجماعة يقول ليه صليت جماعة أيوة حصلت على فضل الجماعة حصلت على إيه فضل الجماعة فضل الجماعة هذا الرأي الأول بس الرأي الثاني بقى اللي ممكن نعمل بيه فتنة رأي بعض الملكية وبعض الشفعية قال ما فيش حاجة اسمها فضل الجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة قبل ما يقوم في الركعة الأخيرة من الناس الركعة اللي فيها ركوع ورفع من الركوع وسجتين أدركت آخر ركعة إلا أنت كده حصلت على فضل الجماعة لكن اللي حيقته في التشاهد الأخير اوعى تقول إنك صليت جماعة ما حصلتش على فضل الجماعة ده رأي من ده رأي بعض الملكية وبعض الشفعية إستللا بحاجة سيدنا نابي لما قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قالوا إن الصلاة عبارة عن ركعات في حد يلحق آخر ثانية فيها في قاعدة الأخيرة ويقولها نصارت جماعة الصلاة عبارة عن ركعات انت الحيط ركعة ولم حيطش ركعة ما الحيطش ركعة لكن هؤلاء لم يجيبوا على سؤال مهم ما فضل هذا الذي حرص على أن يلحق بالصلاة ولو قبل السلام وعن الآخر الذي لم يحرص أصلا على الذهاب إلى الجماعة أيوة هو حصل على فضيل التعامل وعبادة زائدة مشروعة عبادة زائدة مشروعة مش عبادة زائدة ولكنه لم يحصل على فضل الجماعة جميل أنا ما ممكن أعمل فتنة بالرأي ده بإيه لما أعمل بقى واصديني بقول يا شباب يا ناس تروحوا تلحقوا الصلاة الجماعة فور الإيمان في التشاهد مالكوش جماعة مالكوش فضل جماعة وافتحوا كتب الملكية وافتحوا كتب الشفعية واخب الرأي نهو الرأي الأولاني اللي قال يدرك فضل الجماعة لو أدرك قبل السلام بلحظة واحدة شفت وجود الرأيين طبعا خل الواصل الديني ما عادش لو وزمة صحيح هم زعلين ليه أو صحيح الدين زعلين ليه عشان يقول اللي في هواه ويسبد دا كما عشان يبقى لهم لازمة طمام عشان يبقى هم مش عايزين يبقى وظفتهم تعليمية عايزين يبقى وظفتهم إدارية جميل حكم بقى شرطة شرطة دينية حكم سبات كيف يثبت حكم صلاة الجماعة الحكم احنا قلنا الفضيلة قلنا الفضيلة دلو خب بقى الحكم مش انا قلتلك الحكم لم يقل به إلا الحنفية والملكية بالضبط لكن الشفعية والحنبلة قالوا اللي له فضل الجماعة له حكم الجماعة الحنفية والملكية قالوا لا فيه فرق ما بين الفضل والحكم طيب متى يثبت حكم الجماعة يا حنفية والملكية لماذا الحنف بيقول عشان يثبت لك حكم الجماعة تصلي جماعة كل الركعات أو أكترها تدرك الإمام في كل ركعات أو أكثرها لو كان صلاة مغرب 3 ركعات كلها كم ركعة؟ 3 يبقى لازم تدرك الجماعة في 3 ركعات كاملة أو أكثرها فين أكثرها؟ 2 تلحق ركعتين وممكن نفوت لك ركعة ونقول لك انت ليك حكم الجماعة لو كانت ظهر 4 ركعات ظهر عندنا صلاة 4 ركعة 4 يا 3 وأدركت سيادتك لا لا 4 لا 3 طب أدركت 2 نشوف بقى النص بتاعك فيه ايه ولا ايه حسب ما ترجح أدركت الأكثر فلك حكم الجماعة أدركت الأقل من عدد الركعات فليس لك حكم الجماعة وإن كان لك فضل حصولك على اسم الجماعة المذهب الملكي بيقول لا ركعة إن أدركت ركعة من الصلاة فقد أدركت حكم الصلاة حكم الجماعة